اشتركوا في القناة اتكرر اكثر من مرة باكثر من صيغة جاوبنا عليه احنا في السابق في الحلقات الماضية ولكن الان يعني صار في اشي جديد نمط جديد من السؤال هذا يعني انها من انواع التغيير الصيغة هذه كنكشفت في صيغة جديدة انه هل انه في اشي ممكن الواحد يعمله عشان يشيل نحسات الكواكب او عشان يشيل هذا الضغط اللي بصير علينا من الكواكب السيئة او مساعد يرفع من طاقتنا عشان نتغلب على تأثيرات هاي الكواكب السلبية وطبعا من ضمن الاسئلة هاي بيجي يعني بعض الاشخاص خصوصا اللي محضروش الحلقة اللي انا جاوبت فيها على هذا السؤال السبيك الفلكية سبيكة زحل الاحجار الكريمة والاشي الجديد والاشي الجديد المفاجعة اشي اسمه الرصد السليماني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طيب رقية وعين وحسد وتقويك وتقوي شخصيتك وتشحنك بالطاقة وتخليك ابو زيد الهلالي سلامة وبتصير تمشي على الماء وبتطير في السماء ويمكن كمان يطلع لك جنحا هاي طبعا من الاشياء اللي انا انتبهت لها لما شفت الرابط يعني انا ما دخلت وما سمعت وما بضيع وقت اني اسمع في هذه الامور فهي كلها بالمختصر عشان انا ما اطولش في الموضوع كل هاي الاشياء اللي انا ذكرتها كلها ادوات نصب واحتيال واستغلال لعقول الناس او للاشخاص التعبانين او لالاشخاص اللي بدهم يتعلقوا بقشة هاي كلها ادوات استغلال لكم ما في منه هذا الحكي نهائيا الحكي الوحيد اللي انا بذلك عليه هو اش واحد اول اشي اكثروا من الصدقات اكثروا من الدعاء حاولوا تشحنوا حالك بطاقة ايجابية انا لما بحكي في التوقعات اتناعشر بيت ركزوا على الاشياء الايجابية اللي في البيوت هاي عشان تعرفوا انتوا بتكنوا تستغلوها في ايش وانتوا تحذروا من ايش اذا عرفتوا انتوا توصلوا لهالمرحلة هاي انت مش بحاجة ولا لأي شيء في الدنيا الا الله عز وجل فقط لا غير اما انك تعلق مخك في هاي الاشياء والمسميات والافكار لو هاي الشغلات بتنفع لنفعة صاحبها كان صاحبها لا عمل قناة على اليوتيوب ولا طلع عشان يحكي لك عنها هو بستفيد من انه يضحك عليك عشان انت تشتري منه بارقام خيالية خمسمائة دولار والف دولار والفين دولار وخمس تلاف دولار على حسب امكانياتك على حسب مكان اقامتك على حسب حاجتك على حسب سؤالك وهو بحط لك السعر وان شديت عليه وفاصلته يعني بتمشي بميتين دولار وان هذا يعني اقول لك بمشيها باي اشي بتمشي معك بس انا نصيحتي لوجه الله تعالى يعني انا لا مستفيد اشي لا منه ولا منك الا الدعاء هي الشغل الوحيد اللي الله يجزي الخير اذا لم يفدنا ما ضرنا اذا اليوم يعني بتصل للنتيجة هاي فانت رح تدعي لي واذا انت جربته وفشلت معك الامور وخسرت فلوسك برضو انت رح تقول والله قالها بس احنا ما سمعناها منه ويعني بصر تدعي لي ولا ما تدعي لي حتى وطبعا في اشخاص السابد هم يكتبوا لي تعليقات انه الاحجار الكريمة وهذه موصى عليها بالدين وتختموا وانه الاحجار الكريمة ممتازة انا ما بحكي عن الاحجار الكريمة وطاقاتها والطاقات الايجابية اللي بتعطيها للاشخاص انا بحكي عن اللي ببيعك حجر كريم وبقولك هذا حجر الكريم مخدوم بخادم بمنع نحوسة زحل والمش عارف ايش وبستجلب لك طاقة المشتري وبحط لك الزهرة في جيبتك وبجوزك وبفتح لك البواب وبخليك تصير غني هذا اللي انا بقصده اما الاحجار الكريمة كل برج الو حجر كريم او الو مجموعة احجار كريمة هذا حكي احنا بنحكيه في علم الفلك ما بحكي لك انا روح اشتري منهم الحجر الكريم بقولك روح على جواهرجي او على شخص مختص بالاحجار الكريمة اشتري حجرك الكريم اشتريه بشهادة موثقة بنوعية الحجر وزن الحجر اكمقراط الحجر مقدار نقاوة الحجر روح اشتري منه لا مني ولا من غيري عشان هيك انا بهاجم اللي بنصبه على هذا العلم وخلينا نروح لا توقعاتنا طبعا اليوم توقعاتنا احنا راح تكون ليوم الاثنين تسعة ثلاثة القمر موجود بالعذراء في منزلة العواء هاي المنزلة ممتازة للربح والحرية والزواج وحكينا انه تأثيرات القمر على كافة الابراج لما بكون بالعذراء منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا في مننا راح يمارس تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدهم على المحافظة على وزنهم المناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض لا وجود لها يعني نوع من انواع الوسوسة هذه افضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية راح تصير هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني بعد الحلقة بتتأجج العواطف اتجاه الجنس الاخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني مثل التجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وارانوس في تمام الساعة 15 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وال وارانوس طبعا هاي من الزوايا البطيئة لها تأثير تقريبا منقدر نحكي اسبوع ورح تستمر كمان معنا تقريب العشر ايام هاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة اوجها الساعة سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعمل مفاجآت على المستوى العاطفي يا بداية علاقة بشكل سريع ومفاجئ وغير متوقع وبتصل لمرحلة متطورة يا انفصال علاقة بشكل سريع ومفاجئ وغير متوقع يعني ما في حل وسط يا هيك يا هيك طبعا مش لالكل على البعض اما بالنسبة للزاوية اللي بعدها هي زاوية تثريت ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة لتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما الزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر ونبتون في تمام الساعة ثلاثة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني يا بالحلقة الغد بدقائق بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا القمر بما انه في العذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم عشرة ثلاث رح يكون في تمام الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة ودقيقتين ظهرا لا ينتقل بعدها القمر الى الميزان عمر القمر القمر الان يعني مرحلة الاكتمال نقدر نحكي اللي هو يعني تقدر تنظر للسماء بتشوفوا ان القمر يعني ناقص جزء بسيط فهيك بنحكي مرحلة الاكتمال عمره خمسة عشر يوم في تمام الساعة ثلاث وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصبح القمر ست عشر يوم نسبة الاضاءة ثمانية وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاث المزاج ممتزج القمر في العذراء حتى عشر ثلاث المزاج سعيد عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم عشر ثلاث المزاج منتحس الزهرة في الثور حتى ثلاث أربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاث المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمس بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد زحل في الجدي حتى ثنين وعشرين ثلاث وبعدين منتقل للدلو مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى 15 ثماني وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وبلوتوف الجدي حتى 25 أربع وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر صار في البيت السادس يعني في بيت الصحة وبيت العمل وهاي منزلة مش جيدة يعني مش ممتازة يعني بمعنى اخر انه هسا تقريبا ست ايام القمر رح يكون مقابلكو فعشان هيك تأثيراته بتكون سلبية على موليد برج الحمل فعشان هيك بيتراكم فيها العمل اكثر من المعتاد تجدوا صعوبة في انجاز الكثير منه انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا ايجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة للتواصل او للتوصل لا اتفاق ابحث عن حليف او دعم اتجنب الاساءة الى اصدقائك وشركائك حاذر من التراجع الصحي اما بالنسبة للخارطة الفلكية بالنسبة لبيتك الاول ما منقول انه خالي تماما من الحضوض منقول انه في لحظات من خلال هذا النهار بتشعر انه نفسيتك ممتازة عندك طاقات ايجابية يعني في اشي بيدعمك تشعر في نوع من التحسن في لحظات معينة من هذا النهار اما من باقي النهار بكون تقريبا لا في ايجابية ولا في سلبية بتكون على طبيعتك بس فيه ساعات من هذا النهار بتحس انه فيه طاقة ايجابية صارت موجودة عندك تقدر تستغلها وتتحرك من خلالها تدعمك في كثير من الاشياء مقصوصا من ناحية النشاط اما بالنسبة للبيت الثاني فهو تماما خالي يعني ما فيه امور الها علاقة بالدعم خلال هذا النهار ولكن ممكن اللي بيشتغلوا باعمال اضافية تجيهم فلوس من خلال العمل الاضافي حاولوا انكم تقللوا من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث اليوم بكون فيه نوع من انواع النشاط على مستوى الحركة والاتصالات والتنقلات بهذا بعززها المريخ يعني بعززها كوكبكم بنشاطكم الطبيعي بفكركم الطبيعي يعني لا هو ايجابي ولا هو سلبي بتأثيرات كواكب ولكن انه كوكب المريخ بعطيكم هذا النشاط اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف على مستوى البيت اليوم الامور بتهدى شوي يعني بيكون فيه نوع من انواع التوافق على مستوى البيت ممكن يكون فيه اهتمام ببعض الشؤون او الامور المنزلية مثل زيارات او بعض الاشياء اللي الها علاقة بالتصليحات او الاهتمامات باحد افراد المنزل اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم لا انا بقولك انه يعني فيه نوع من انواع الحدية رح تكون فيه طريقة تعاملك او تعاطيك مع الحبيب فعشان هيك بدك تكون حذر في تعاملك مع الحبيب ومع ابنائكو على اساس انه ما يصير فيه حدية في الطباع فتعصب فتخلق مشكلة اما بالنسبة للبيت السادس فانا حكيت انه القمر موجود فيه فهو بضغط على الصحة وبضغط على العمل وشرحنا هاي النقطة اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة فهو خالي تماما ما فيه اي تأثيرات عليه لا ايجابية ولا سلبية بالنسبة للشراكة المالية والعاطفية اما بالنسبة للبيت الثامن ممكن يجيك بعض الفلوس اما من تحصيل ديون او من قرض بنكي او نوع من انواع الدعم والمساعدات من احد الشركاء يعني شركاء مال او عاطفة او اموال انت ما بتمتلكها يعني حدا يدعمك او تدين او تستلف اموال من الخارج اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ايجابي جدا اليوم على موضوع السفر والتنقلات والاتصالات اه الامتحانات كلها هاي بتتعزز بشكل قوي خلال هذا النهار يعني بكون عندك نشاطات كثيرة العلاقات في المجال اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فما زالت الامور ضغطة عليك فعشان هيك ما في داعي للتهور ولا تراكم الاعمال عندك ولا تتأخر عن عملك ولا تعمل خلافات مع زملائك في العمل ولا رؤسائك في العمل بدك تحاول قدر الامكان انك تمشي الفترة هاي يعني ضايل تقريبا ثلاث ايام بدك انت تمسك حالك فيهم على اشي اللي علاقة بالسمعة والمشاكل وبما انه القمر موجود في البيت السادس العلاقة بالعمل معناته في تراكم للعمل خلال هذا النهار ورح تنضغط على مستوى العمل ورح يكون عندك كثير مسائل عملية لها نوع من انواع العلاج خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 11 بيت العلاقات والاصدقاء ما زالت الامور متوترة وعندك قابلية انك تقلب على اي شخص يعني بمعنى اخر انه فجأة بقيت تحبه فجأة بطلت تحبه فجأة تصير تطلع بعيوبه فجأة تكتشف اشياء فيه فتهاجمه حاول قدر الامكان انه لا تنتقد ولا تواجه ولا تعصب مع اي اشخاص من اللي اليك فيهم علاقات عامة يعني اصدقاء او معارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فلغاية ساعات المساء ما فيه اي شيء الامور طبيعية ولكن من ساعات المساء بيبلش فيه نوع من انواع الضغط عليك فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي بدك تحاول انك تاخذ راحة حاول انك تراقب غذائك انجز الاعمال الضرورية اللي مفروض انك انت تنجزها والمهمة وحاول انك تخلد للراحة برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من احبائكم ويجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم لان القمر الان موجود في البيت الخامس بيت الحب بيت العاطفة بيت الابناء بيت الخروجات بيت النزوات بيت المرح بيت الفرح بيت الحضوض يعني على كل هاي الامور بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون يعني يوم جيد من ايام الشهر وفيه نوع من انواع الحضوض فيها بتشعر بالطمأنينة والراحة اما بالنسبة للخارطة الفلكية فاليوم انت نفسيتك احسن مشحون بطاقة كبيرة بتقدر تتحرك باكثر من اتجاه طبعا الزهرة موجودة عندك تقدر تستفيد منها بشكل قوي جدا في نوع من انواع الحيوية او نوع من الاهتمام بشخصيتك او بجمالك او باناقتك بالنسبة للبيت الثاني الامور المادية يعني لسه ما زالت ضغطة يعني في نوع من انواع الضغط او المصاريف او الالتزامات عليك في خلال هاي الفترة حاول انك تأديها بدون انت ما تصرف زيادة في اشياء انت مش بحاجتها اما بالنسبة للبيت الثالث اليوم بكون في عندك نوع من انواع الحركة ولكن انه مش مدعوم بالحضوض ولا في نحوسه يعني هو خالي فعشان هيك اذا عندك امتحان او عندك مقابلة بدك تستعدلها بشكل جيد ما تحاول تجتهد من عندك على اساس انه انت ما تدخل في مشاكل او تكون العواقب كبيرة اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور على مستوى البيت مستقرة تماما برضو ما في اي ضغط لا ايجابي ولا سلبي يعتبر هذا خالي من الحضوض يعني اشئونك البيتية والمنزلية بتكون على طبيعتها ولكن ممكن يصير في نوع من انواع الاهتمام بشخص معين العلاقة بالبيت اما مريض او انه تعبان او في عنده مشكلة انت بتحاول تسانده او تجامله في هذا الموضوع اما بالنسبة للبيت الخامس فهو ايجابي بما انه القمر موجود في هذا البيت ولكن بدي احذرك من ساعات الظهر شوي عصبيتك ممكن ترتفع يصير عندك نوع من انواع التوتر فتتفشش انت في الحبيب فحاول انك تمسك عصبيتك على اساس انه الامور ما تكبر اما بالنسبة للبيت السادس فخالي تماما من اي تأثيرات ايجابية او سلبية فعشان هيك اعمالك انت بتمشي بالشكل الروتيني وصحتك بالشكل الروتيني او بالشكل الطبيعي اللي انت معتاد عليه اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو جيد خلال هذا النهار في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الشركاء العاطفي او المال يعني بيعمل نوع من انواع التودد او المحبة او نوع من انواع الترغيب رغم انه هو في اغلب النهار رح يكون خالي من التأثيرات الحظ ولكن انه بدعمك بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم في فرص الها علاقة بالمال او بدعم المال خصوصا مال عن طريق شراكة او تعويض ممكن عن طريق بنك ممكن استرداد بعض الديون ممكن معاملة بنكية او قرض بنكي ممكن عن طريق ضريبة او بوليس التأمين او اشياء من هذا القبيل او ممكن النقاش في مسائل الها علاقة بارث من احد الوالدين اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه جيد جدا خلال هذا النهار يعني بدعمك على مستوى السفر التنقلات الاتصالات الامتحانات الجامعية يعني في نوع من انواع القوة في هذا البيت بتساعدك بطريقة ممتازة جدا اللي حابب يجدد فيزا او اقامة او يطلب تأشير اليوم هذا يوم مناسب لهذه الامور اما بالنسبة لبيت السمعة فما زال ضاغط عليك برضو لليوم هذا كمان وباقيله كمان يومين او ثلاثة فعشان هيك بنقولك ما في داعي انك تراكم الاعمال عندك ما في داعي انك تدخل بنقاشات حدي ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك حاول انك تحافظ على انجازاتك بدون اي تشويه ما تدخل باي خلافات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل حاول انه انت تنجز الاعمال وما تتهرب من اعمالك او تتغيب او تتأخر عن دوامك واي شيء مشبوه انساه اما بالنسبة لبيتك 11 اليوم برضو في عندك نوع من انواع النشاط الاجتماعي العلاقة بالاصدقاء او بالاقارب او بالمعارف لقاءات وممكن يكون في نوع من انواع التكريم لا اليك في دعوة لحضور حفلي او مناسبة او عيادة مريض اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بضغط بشكل قوي جدا عليك خلال هذا النهار فعشان هيك بنقول لك بدك تراقب وضعك الصحي من اي اشياء خصوصا اللي عندهم امراض مزمنة هم اللي بدهم يهتموا بهذه المسألة ممكن تهتم بزيارة مستشفى او مريض في المستشفى او بشيء انك تجيب ادوية للك خاصة فيك اللي هي الادوية الدورية حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وما ترهق حالك بالفترة هاي لانه شوي طاقتك بتكون يعني مش باوجها برج الجوزاء يعني القمر اليوم موجود في البيت الرابع للكم عامل تربيع مع زاويتكم مع برجكم بتنشغلوا في تنظيم اموركم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم ممكن تشعروا ببعض الحزن او التعب ممكن تبحث عن ملاذ امن او عن مكان انت ترتاح فيه على اساس نوع من انواع التغيير او الهروب من الضغط اللي انت تتعرض له اهم ايش انه بالفترة هاي ما تنتقد اقرب الناس اليك ممكن تلمس نوع من انواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والامور الطارئة اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه اليوم يعني بعطيك في ساعات الصباح نوع من انواع الدعم او الطاقة الايجابية اللي بتقدر من خلالها انك انت تتحرك بنوع من انواع النشاط والحيوية ثقتك بنفسك بتكون كويسة وجيدة ولكن من ساعات ما بعد الظهر بصير فارغ تماما لا في حظ يدعم ولا في سلبية موجودة في هذا البيت فعشان هيك حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تخلي الكآبة او الاكتئاب او الحزن او التعب انه يسيطر عليك اما بالنسبة للبيت الثاني امور بيت المال يعني فارغة ما في لا حظ عليه ولا في سلبية عليه يعني هو على طبيعته فعشان هيك الاشي الوحيد اللي بتطلب منك في خلال اليوم هاد بما انه فارغ من الحدود انك انت تخفف من مصاريفك او تقلل من مصاريفك على اساس انه ما تزيد الضغط على حالك اكثر اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاط ممكن تتحرك باكثر من اتجاه عندك سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على اقناع الاشخاص بوجهة نظرك اليوم اذا عندك مقابلة او عندك امتحان او عندك مثلا بدك تناقش عمل او بدك تروج لسلعة معينة اليوم هذا ممتاز جدا وجيد جدا في منك رح يهتم اما بصيانة او بشراء سيارة او جهاز هاتف تليفون اما بالنسبة لبيتك الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقع انه بتركز على الامور البيتية ممكن تهتم في مشكلة معينة او مسألة العلاقة بالبيت ممكن يصير في نوع من انواع الضغط الطارق على مستوى البيت يعني بدك تتعامل معها بالنصائح اللي انا حكيت لك في اول التوقعات اما على المستوى بيتك الخامس بيت العاطفي بيت الحب يعني ما رح يكون قوي ما رح يكون فيها الايجابية او رح يكون فيها السلبية هي سلبية رح تكون فيه ساعات الظهيرة ممكن تحتد شوي او تعصب شوي فتنتقد احد الاحبة او حبيبك او احد الابناء ويصير فيه خلاف لمدة ساعتين او ثلاث ساعات بعدين الامور بتهدأ فعشان هيك امسك حالك في الفترة هاي لما تشوف حالك بدك تعصب امسك حالك عشان مستور بالعصبية وتقبر المشاكل وانت بغنى عن المشاكل بالفترة هاي يعني يومين وبيصير القمر موجود في البيت الخامس بتتلطف الامور بشكل افضل فحاول انك انت ما تعقدها وتعمل نكد وتوتر قبل ما توصل لهذا البيت اما بالنسبة للبيت السادس بيت العمل والصحة فهو فارغ تماما ما فيه اي تأثير لا ايجابي ولا سلبي عليه فعشان هيك بتنجز اعمالك بشكل روتيني وبتهتم بصحتك بشكل روتيني على الوضع اللي انت معتاد عليه اما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي جيد جدا النهار هاد تقدر تستغله بامور ممتازة للتباحث انت والشريك او طرح فقرة معينة او مشروع معين او البحث عن شريك معين تروج له انت مشروعك فممكن يكون هذا اليوم مناسب اما بالنسبة للبيت الثامن فهذا بحكي عن الاموال بحكي عن الاموال المشتركة يعني يا من شراكة يا من شراكة عاطفية يا شراكة مالية وممكن تيجيك اموال انت ما بتمتلكها يعني بمعنى اخر تيجيك هبة تيجيك مساعدة تيجيك دعم تيجيك سداد ديون تيجي عن طريق قرض بنكي عن طريق استردادات مالية من دوائر حكومية او من مؤسسات مثل الضريبة او مثل ميراث معين او اشياء من هذا القبيل ولكن برضو منقول لك انه قلل من مصريفك اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا بقول لك هنا بدك تنتبه مظبوط انه البيتك التاسع ضاغط عليك بسلبية فعشان هي كذا عندك امتحان اليوم او عندك سفر او عندك تنقلات بعيدة او عندك يعني تنقلات بين مدن او ولايات بدك تكون منتبه ما تعتمد على الحظ نهائيا بدك تدرس بشكل جيد وتحاول انك انت يعني تكون مستعد لاي خطوة بدك تتجهها الها علاقة في البيت التاسع حتى اتصالاتك مع الخارج او مع اشخاص مقيمين خارج البلاد بدك تكون حذر من العصبي والانفعال اما بالنسبة لبيت السمعة يعني بظل قليلة الضغط السلبي عليك ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتزيد ضغط سلبي عليك فعشان هيك بدك تمسك حالك من اي شيء في متاعب ما تتأخر عن عملك ما تراكم اعمالك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل ولا رؤسائك بالعمل حاول انك انت تتعامل يعني اتطنش لو صارت مشكلة حاول انك تطنشها على اساس انه ما تكبر المشكلة وتنفع الانت اي شيء في مغامرات ممكن تشوه سمعتك حاول انك تتجنبها في خلال هاي الايام ضايل تقريبا ثلاث ايام غير اليوم هاد وبعدين هاي الضغط هذا كله على بيت الصمعة بخف فعشان هيك امسك حالك الاربع ايام هادول من اي شيء بشوه الصمعة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور لغاية ساعات المساء ممتازة يعني ممكن تتعامل مع صديق او تتواصل مع صديق او يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة او جمعة ممكن عزومة على فنجان قهوة على غدا على اكل على شغلة زي هيك يعني بكون في نوع من الاشياء الايجابية بتظلها معك لغاية ساعات المساء في ساعات المساء انت بتحتد بصير في عندك نوع من انواع العصبية عشان هيك بنقول لك انه برضو ما تدخل انت في نوع من انواع التوتر خصوصا على صعيد العائلة او على الصعيد اللي له علاقة بعلاقاتك او معارفك او اصدقائك ما تحتد من اي موقف وتروح اللي انت عاملك مشكلة من وراء انفعالك وعصبيتك اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب فهو طول الشهر ضاغط فعشان هيك بدك تظلك منتبه طول الشهر على الضغط اللي بتسبب لك من بيت المتاعب اللي هو انه بتحس حالك في لحظات مفاجئة انه ما عندك طاقة لشيء بتحس انه انت حابب ترتاح بتحس حالك تعبان ما عندك قدرة لانجاز اعمالك كلها بالكامل بتتهرب عن عملك هاي الامور اللي انت بدك تتجنبها عشان تطلع من متاعبه حاول انك انت تراقب وضعك الصحي حاول انك ما تتوسوس بانك مريض او عندك مرض او ممكن تمرض او هذا المرض ممكن يتطور عندي يعني بدك تطلع من الافكار السلبية قدر الامكان هيك انا اعتقد انه اللي طلبوا مني اني انا استرسل في برج الجوزاء انا استرسلتلكم بالشكل الوافي اكثر من كل الابراج الثانية بلكي على الله انه يعني انه اكون فتكو بالمعلومات برج السرطان القمر موجود في بيتكم الثالث يعني بيت ايجابي بيدعمكم ولكن بتشكل فيه زاوية في هذا البيت فانا بقولك انه يعني فيه نوع من التحذيرات فعشان هيك بقولك كون اكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن ما تدخلوا في نقاش حاد مع اخ او جار ممكن يكون اليوم في عندك لقاء مهم او اتصال مفيد ممكن تجري ابحاث او مفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة او تلاحق عمل ملح وضروري خلال فترة البكرة وبعد بكرة يعني اليوم وبعد اليوم وبكرة صرنا قربط في الايام فحاول انك انت تجتهد قدر الامكان لانجاح هذا المشروع بس انه اهم اشي انك بدك تكون حذر من الاندفاع والتهور والعصبية اما بالنسبة للبيت الاول فهو جيد نفسيا انت مشحون بطاقة كوي ممتازة جدا عندك قابل انك تعمل اي شيء ما في اشي ينكد عليك بشكل كبير يعني الا بيت المتاعب فعشان هيك بظل في نوع من انواع الطاقة الايجابية الموجودة عندك رغم انه التهور والعصبية هذا موجودة اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور ممتازة على المستوى المال مش يجي الواحد يقول لي يعني ايش المال بده يجيني مصاري لا مش بده يجيك مصاري انت بدك تتحرك للمصاري يعني بيت المال بقولك اعمل عمل مضاعف يعني او عمل ثانوي غير عملك الرئيسي عشان يجي لك اموال ممكن تدخل انت عمل اضافي ممكن تكريم على انجاز شيء تعمل مشروع غير مكان عملك فيجي لك مردود مالي تساعد اشخاص في شيء معين فيجيك مردود مالي استغل هذه الامور وحاول انك تقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث واحنا حكينا عنه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الرابع في امور ما زالت على مستوى البيت بتلفت انتباهك او شاد ديتك او في نوع من انواع الاهتمام منك للبيت اما في مسألة بتتعلق في اشي بتعلق في البيت نفسه يعني مثل ترحال او تنقل او صيانة او اشياء ترتيب او امور الها علاقة في هذا المجال او مشتريات للبيت ضرورية او اهتمام باحد افراد البيت بكون برضو ايجابي ولكن في اهتمام في صحة احد المقربين للك برضو خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم برضو نفس الاشي في نوع من انواع الضغط موجود في العلاقة رح يكون في ساعة الظهر عشان هيك حاول انك تمسك حالك من العصبية او الانفعال او الانتقاد فممكن هذا يوتر العلاقة شيئا ما ولكن باقي اليوم روتيني عادي ما فيه لا ضغط ايجابي ولا سلبي يحاول انه اذا صار نقاش ما بينك وبين احد اولادك انك انت تكون مرن اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه رغم الروتين اللي موجود في العمل والصحة الا انه فيه ايجابي اليوم رح تكون على مستوى العمل رح تكون ممتازة ممكن اليوم تنجز اعمال ضرورية او ينطلب منك عمل معين فانت تنجزه بشكل جيد جدا فيه نوع من انواع النشاط في مكان العمل اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو اللي ضاغط بشكل سلبي وواضحة امور السلبية اللي موجودة فيه فعشان هيك يمنقول لك انه اي نقاش حاد ما بينك وبين الشركة العمل بالعاطفة يعني مع زوجتك مع زوجك بدك تكون ماسك حالك على الاخر عشان ما تتفاقم الامور وما تحاول انك انت اللي تختلق المشكلة يعني تتذكر موقف معين او خطأ معين من هذا الشخص فاليوم يجي على بالك انك انت تفتح الموضوع لانه انت الحلقة الاضعف فانت اللي رح تكون غلطان حتى لو كان الحق معك رح ينقلب عليك فعشان هيك حاول تستغل انه بيت الشراكة يكون جيد عشان انت تتحرك بالاشي اللي انت بتفكر فيه او اللي انت حاب تناقش فيه اما بالنسبة للبيت الثامن فبيزيد المصاريف عليك والالتزامات عليك ممكن يصير فيه نوع من انواع المطالبات او المسائلة مثلا بتكون احد الخوات مثلا متزوجة فاليوم يجي على باله الشريك بده يسألها الفلوس تاهاي وين راحت وين صرفتها انا اعطيتك المبلغ الفلاني وين رحت فيه ليش راح ليش نقصن المصاري يعني مطالبات نوع المسائلات عن الامور اللي الها علاقة بالمال فعشان هيك اليوم برضو ما رح يكون فيه نوع من انواع الايجابية على مستوى الاموال يعني حاولوا تنتبهوا من فقدان احد المقتنيات او ضياع او راق ثبوتية او اموال او سرقة او شغلات زي هيك بتكونوا حذرين خلال هذا النهار او من احد يستغلكم ويستغل ضعفكم في هذا اليوم فينصب عليكم اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ممتاز جدا على مستوى الرغبة بالسفر او السفر او خطة سفر او امتحانات جامعية او اتصالات خارجية او تنقلات كثيرة فاليوم ايجابي على كل هاي المستويات وبدعمك الحظ فيها كلها اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زال في نوع من انواع الضغط على بيت السمعة فعشان هيك منقول لك دير بالك تشوه سمعتك باي تصرف مهما كان مخالفة قانونية مخالفة شرعية مخالفة مواجهة مع رجال الامن تخرب سمعتك على مستوى عملك تدخل في اشياء مشبوهة كل الاشياء اللي بتشوه السمعة حاول انك تبعد عنها خلال هذه الفترة ممكن اليوم تتأخر عن عملك او يصير فيه نوع انك تتغيب عن عملك حاول قدر الامكان انك ما تتغيب او حاول ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فبدك تدير بالك اليوم كون مستعد للقاء او اجتماع او دعوة تكون فيها نوع من انواع الاطراء او نوع من التكريم او هدية معينة او يكون فيه مناسبة انت تكون يعني ضيف محبوب او مرغوب فيك اليوم بدك تكون جاهز ومستعد لا تلقي الدعوات او لحفلة مناسبة لاي شيء المهم انه فيه اشيء اليوم رح يكون جيد بالنسبة للك اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال فيه نوع من انواع الضغط ولكنه ضغط مش قوي فعشان هيك يبنقول لك بس انه انجز الاعمال الضرورية منك بشكل روتيني حاول تهتم في صحتك بغذاءك باعشابك بخلطاتك العشبية يعني كل هاي الامور حاول تهتم فيها في هذا النهر لانه رح تنشغل في هاي الامور ولكن انه في نفس اللحظة حاول انك تخلط للراحة وما ترهق حالك زيادة برج الاسد يعني القمر موجود في البيت الثاني بيت المال خففوا من النفقات قدر المستطاع بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من الضياع او السرقة ممكن تناقشوا موضوع مالي اهم ايش انك ما تتسرع في اي استثمار لابن المراجعة التفاصيل ما تبذر اموالك بدك تكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود اهم ايش انك تعرف تحدد الهدف او الاهداف اللي انت بدك اياها طبعا اليوم ما رح يكون فيها الايجابية لكثير وجود القمر في بيت المال الا انه هو بيجيب للبعض على حسب طوالعهم ممكن يجيب لهم اموال عن طريق عمل اضافي او عن طريق مساعدات او يحصلوا على هدية ولكن بالنسبة للبيت الاول اليوم نفسيتكم احسان رغم انكم مضغوطين بكثير مسائل عندكم ضغط كثير عندكم التزامات كثيرة عندكم نشاط كثير اليوم غير عن الاشي اللي انتو بتكون مرتبينه يعني شغلات مفاجئة بتطلع ومعروف الاسد بيكره المفاجئات يعني خصوصا الاشغال اللي بتطلع بشكل مفاجئ بدون ترتيب مسبق للمواعيد او انه هو يكون مهيئ حاله انه انا بكرة عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة فتطلع له شغلي لا بدك تروع على المكان الفلاني او بدك تعمل الشغلي هاي فهذا الاشي بوتره فعشان هيك بكرة في من هاي الاشياء رح تكون موجودة اليوم عفوا رح يكون من هاي الاشياء موجودة فعشان هيك بتكونوا حذرين وتتهيئوا نفسيا لهاي الامور اما بالنسبة للبيت الثاني فزي ما حكينا بس انه بتكونوا ديروا بالكم من المصاريف ما تدخلوا في مغامرات مالية ناقشوا المواضيع المالية بعقلانية ما تتوقعوا على العقود بدون ما تدرسوها بشكل جيد مثل ما حكينا اما بالنسبة للبيت الثالث فهو خالي تماما اليوم ما في حظ بيدعم ولا في سلبية موجودة فعشان هيك هي تنقلاتك بشكل روتيني رح تتحركوا بشكل روتيني على اشياء مفروضة عليكم او الاشياء اللي انتم تعودين على الحركة لها اما بالنسبة للبيت الرابع فانا بقول انه لا اليوم وضع البيت احسن من الامس الامور هادية بتتحكموا بنسق العلاقة المنزلية بالشكل اللي انتم بتكون اياه اما بالنسبة للبيت الخامس اليوم في نوع من انواع التواصل ما بينك وبين الحبيب رح يكون ايجابي ولكن في ساعات الظهر ممكن تحتدوا بعصبيتكم اما على الحبيب واما على احد الابناء فعشان هيك هي بتكون تحاولوا تمسكوا حالكم من العصبية هاي عشان ما تخلوها تسيطر عليكم بشكل كبير حاولوا تهتموا بحالكم حاول انك انت تسعد بالايجابية الموجودة في البيت الخامس في اللقاء الاحبة او الاتصال معهم اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم ايجابي تقدر تنجز كثير من الاعمال المفروضة عليك تقدر اليوم تقدم العمل او انك انت تراجع مستشفى او دكتور لاجل علاج معين ولكن شايفها انا ضعيفة انه على الوضع الصحي انه الامور مش لدرجة ضغطة فعشان يقل لي قليل من موليد الاسد ممكن انه اليوم يكون عندهم مراجعات للاطباء او لاخذ علاجه معين ولكن هي بتتركز على العمل بشكل اكبر اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى الشراكة بتقدروا تتباحثوا كثير من المسائل خلال هذا النهار وبتكونوا ايجابيا كان شركاء مال او شركاء عاطفي شركاء العاطفي اللي هم الازواج فعشان هيك يكون في نوع من انواع التواصل والاتفاق في نوع من انواع التفاهم والتناغم الا اذا كان الشريك نكدعد وانا انا مليش علاقة انا بحكي عنك انت انت مزاجك رائق مع الشركاء اما بالنسبة للبيت الثامن فانا بقولك انه اليوم في فرص لاموال رح تجيك عن طريق دعم او عن طريق شراكة او عن طريق خارجي او مساعدة مساندة قرض بنكي استردادات مالية ديون اليك تستردها يعني كل هاي الامور اليوم ممتازة ومفتوحة اما بالنسبة للبيت التاسع اليوم اذا عندك امتحان او عندك سفر او عندك جلسة قضائية بدك تكون مستعد وجاهز ما تعتمد على الحضوض نهائيا في هذه المسائل واذا عندك سفر بدك تهتم بموعد الطيارة واغراضك عشان ما تنساش اشي وبدك تكون حط في بالك انه ممكن يصير بعض التأخيرات اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف انه بيت السمعة ضاغط عليك فبرضه ما زلنا من حذر من انه ما تعمل اي مجازفات ممكن انها تشويه سمعتك حاول تكون عقلاني وما تخالف القوانين ولا تدخل في مواجهات مع زملائك في العمل او رؤسائك في العمل او انه تكون انت ماشي في شغل معين ييجي مزاج المشريق اللي بيجي للأسد هذا فجأة فينيل العمل على الدنيا كلها فكل الانجازات اللي يعملها يروح لهم طيرها بتفرقش عنده في لحظة ما يبين ضغط بخرب الدنيا اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور جيدة وممتازة على مستوى العلاقات العامة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او حتى لو فنجان قهوة او زيارة معينة او تواصل مع اصدقاء يعني في عندك قابلية عالية جدا وممكن انت برضو تستغل هذا النهار من بعض العلاقات لا اشياء تكون دعميتك او اشياء لمصلحتك اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط اليوم بشكل كبير فعشان هيك راح تحس حالك مرهق وهذا السبب اللي انا حذرت من البداية يوم ما قلتلك انه ممكن تطلع لك اشياء مفاجئة غير منظم لها ولا مرتب لها تفاجئك فانت يوترك هذا الموضوع فاليوم بدك تكون مهيئ لهاي الامور كلها وان شاء الله انه يوم بمضي على خير برج العذراء القمر صار عندكم الان يعني بعطيكم نوع من انواع الثقة بالنفس قدرة على السيطرة على الامور تمسك زمام الامور بشكل جيد بتكون مميز بادائك الفترة هاي يعني فيها نوع من انواع الوعد بخبر او تسوية او انطلاقة بمرحلة جديدة ممكن تطرح افكار جديدة ممكن تجتهد على انجاح مشروع جديد فيه نوع من انواع الحماسة ووضوح في الافكار طبعا ممكن يسألوا يقول لك يا عمي انت بتحكي اشياء احنا تبعين العذراء تعبنين ومنيل الامور عنا وفيش اشي ظابط معنا وهذا يعني انا بدي اسألكوا سؤال لما بدنا نيجي نحكي بعقلانية لما تيجي انت تطلع بيت الحظ تاعك وبيت العاطفة تاعك اللي هو البيت الخامس اللي هو الجدي وتيجي تطلع انت تشوف كم الكواكب السلبية اللي موجودة يعني بلوتو موجود في الجدي وتيجي انت تشوف كمان عندك زحل لسه بالجدي والزوايا اللي قاعدة بتتشكل من خلال الجدي مع الحوت واللي بتتشكل مع الثور يعني تلقائيا حظ ما فيه وعاطفة انسوا الموضوع يعني هاي مسألة طيب نيجي على مستوى طيب ليش معناش طاقة ليش فيش ايش الظابط طيب هاي فيش حضوض طيب شو كمان مقابلك مباشرة الشمس الان في الحوت برضو بتسحب من طاقتك بتخلي ما عندك جهد وما عندك قدرة على انك انت يعني كيف اللي شبع من كثر الضربات خلاص مل قلبه تعب انتي صار فيك هيك طيب على مستوى ثاني على مستوى بيتك التاسع يعني حتى اذا موعود بسفر كونت او موعود بتنقلات او بدعم خارجي بتلاقيها عطلاني او بتعطل في اخر لحظة طيب ليش لانه اورانوس موجود في بيتك التاسع فبضغطك يعني هي فترة تبتيجي على الشخص يا ايجابية كاملة يا سلبية كاملة فعشان هيك اصبروا وبتنحل كل الامور يعني ما ظل هي فترة الضغط معروفة لما بكون بالمواجهة فعشان هيك تستنزف الطاقة من عندكم اما بالنسبة لبيتك الاول فاليوم بالنسبة للك مشحون بالطاقة عندك طاقة ايجابية بتقدر تنجز كثير من الاعمال في حيوية بما انه القمر موجود في هذا المكان فكل اللي احنا ذكرناه بحكي عن البيت الاول اما بالنسبة للبيت الثاني فهو خالي تماما بيت المال فعشان هيك لا ايجابية ولا سلبية في هذا البيت وبقى بيت روتيني على المستوى المال وعلى مستوى بيت التنقلات بيتك الثالث والاتصالات برضو خالي لا ايجابية ولا سلبية فيه فعشان هيك بتلاقي الامور اليوم انت اللي بتنجز على حسب قدراتك انت على حسب طبيعتك اما بالنسبة لبيتك الرابع فبشوف انا انه بيتك الرابع فيه نوع من انواع الضغط فعشان هيك اليوم فيه توتر على مستوى البيت فيه نوع من انواع الاشياء الاخطاء او التصليحات او الاهتمامات المنزلية ولكن مش ايجابية فعشان هيك ممكن تهتموا باحد افراد البيت ممكن اعطال في البيت ممكن صيانة للبيت ممكن مشاكل في البيت وبيتك الخامس حكينا لما حكينا عن الجذي فهو ضغط بشكل كبير عليكو فعشان هيك بتلاقي فيه حدية فيه مشاكل بينك وبين الحبيب فيه ضغط بينك وبين الحبيب فيه عصبية فيه توترات حتى مع الابناء هذا الشيء موجود وحتى لو اجيت بدك تطلع مثلا رحلة او فسحة او شمت هوا او نزوية عمي بدك تطلع انت باي اشي هيك تمبسط في شغلة بتلاقي الا يصير فيه اشياء انت ترجع مش مبسوط فهذا ضغط من البيت الخامس حظ برضو نفس الشيء بما انه فيه سلبية معناته حضوظ ما فيه طيب بالنسبة للبيت السادس عمستوى العمل انت بتنجز عملك قادر على انك تنجز اعمالك بشكل قوي جدا وعلى وضع صحتك انت مراقب الامور بشكل ممتاز وحتى اللي بده فرصة عمل بيقدر يقدم لا اي فرصة عمل لطلب عمل بيلاقي الامور ماشي معاه بالشكل الايجابي بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة ما حكينا الشمس مقابلك ونبت مقابلك وعملات زاوية تربيع برضو معناته بيت الشراكة برضو سيء بضغطك انت من ناحية الشراكة فبتلاقي بينكو بين شركاء المال والعاطفة في مشاكل في خلافات فيش اتفاق من ايش انتو ما بتعرفوا يعني نفسكو انتو تحاولوا انكو توعدوا تفهموا ايش اللي بصير انتو ما رح تفهموه لانه كل شيء بيجي بطريقة ضغوط على ضغوط في كل شيء فبتفشش الواحد في الحلقة الاضعف حاولوا تشحنوا حالكو بطاقة ايجابية وتكونوا فاهمين النقطة هاي اللي تعملوا عكسها اما بالنسبة للبيت الثامن فبتحكي انت عن الحمل طب الحمل نفسه اساسا برضو مش ايجابي هو نفس الحمل مضغوط فمعناته شو بدي يودي لكو انتو وهو بيتك الثامن معناته بدي يضغطك بدي يصير عليك مطالبات قانونية مساءلات مادية ضغوط على مستوى الفوترة التزامات الزيادة ديون ممكن تتراكم عندك ممكن ينكسر عليك اقصاط مصاريف بتيجيك من تحت الارض يعني كل هاي الامور لها علاقة في هاي المشاكل ممكن فلوس بينك وبين الشريك فانت بتنضغط قاعد في اموال قاعد بترجعها لشريك في اللي بكون عندك عليهم قضايا طلاق مثلا النفقة بترهقك بالفترة هاي المؤخر برهقك بالفترة هاي يعني كل هاي الامور نوع من انواع الضغط عليك طيب عمستوى بيتك التاسع لا بيتك التاسع بما انه الزهرة يعني شوي عملة زاوية ايجابية فاليوم ممكن انه يصير فيه اشياء ايجابية عندك فنقول لك يوم ايجابي على مستوى الامتحانات والسفر والتنقلات كل هاي الامور رح تدعمك بشكل ممتاز جدا الا بشغلة واحدة اذا عندك جلسة قضائية بدك تكون مستعد للجلسة هاي وتقدم اوراقك بشكل جيد اذا ما قدمت اوراقك معناته انت زدت الطينة بلة وبدك انت تتحاسب على هذا التقصير اما بالنسبة لبيتك السمعة بيتك العاشر طيب بيتك العاشر يعني برضو ضاغط سلبي فمنقول لك دير بالك على سمعتك يعني ضايل تقريبا اربع ايام وخلص بتنتهي هاي الضغوطات لعبيت السمعة فيحذر الاربع ايام من مخالفة القوانين ومن المشاحنات والجدالات والعصبية في اماكن العمل ورؤساء العمل حاول ما تتغيب عن عملك حاول ما تتأفأف حاول ما تدخل بصدامات مع المراجعين بتلاقي الامور انه انت هيك سيطرت على الامور طبعا هو اكثر يوم ضاغط اليوم بعدين الثلاث ايام القادمة هاي بتبلش تخف بالتدريج هاي الامور لحديث ما تصل للإيجابية والدعم في هذا المكان طيب على مستوى بيتك 11 بيت العلاقات العامة والاصدقاء برضو نفس الاشي في نوع من انواع التفاهم والتناغم مع الاصدقاء الا انه لغاية ساعات المغرب ممكن انه يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او اجتماع او لقاء اصدقاء او من هذا النوع ولكن في ساعات المغرب ممكن يصير اي تصرف ينكد عليك وانت او انت تنكد على حالك عاديا فحاول انك انت ما تنتقد وحاول انك ما تدخل بمواجهات مع الناس اللي انت بتعرفهم لانه المشكلة اذا صار معك خلاف اليوم رح يستمر معك هذا الخلاف لايام فحاول انك تمسك حالك واستغل علاقاتك بالشكل الايجابي اما بالنسبة لبيت متاعبك فبيت متاعبك برضو ضاغط عليك ورح يظل ضاغط عليك طول الشهر وهذا الحكي انا حكيته في توقعات الشهر فعشان هي بيت المتاعب لما بضغط بيجيب اشياء مش متوقعة يعني بيجيب مفاجآت سلبية فبدك تحذر من حدا بيمكر لك حدا بيشتغل بحفر لك من وراك بدون ما انت تكون منتبه عدو متقمص شخصية صديق برضو بيستغلك تفشي سرك انت لشخص بعدين هو اللي يفضحك ترهق حالك بالعمل تجهد لانه ما فيش طاقة انت تتحمل يعني كل الامور هاي بدك انت تكون حذر منها وان شاء الله انه ربنا بيمضي هالفترة اخير وبعدين كل الامور بتمشي بالشكل الايجابي برج الميزان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر عليكم التاعب الشديد ممكن يتفكر في الغاء الموعيد او الابتعاد عن الاضواء احمي نفسك من المحتالين بتهدأ الوتيرة وبتتراجع الارباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للامال بيتك الاول بعطيك شوية ايجابية ولكن الضغط من بيت المتاعب اقوى فعشان هيك بدك تحاول انت تغلب هذا البيت على اساس انك تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان على اساس انك تقدر تواجه اليومين اللي قادمات هذول لحديث ما يوصل القمر لعندك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه خالي من اي ايجابية او سلبية فعشان هيك ما تعتمد اليوم على انه يجيك فلوس ممكن تتأخر لغاية ما يوصل القمر اللي عندك بصير الامر بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات وفي منها رح يكون مثمر اللي عنده امتحان اليوم بقدم بشكل جيد ولكن بده ينتبه اثناء التنقلات ما يغامر وما يتسرع وممكن يصير فيه اتصال او تواصل مع اخ او مع جار اما بالنسبة لبيتك الرابع وهو الاهم لسه ما زال فيه شيء ملفت انتباهك في البيت او مشكلة عندك في البيت او مسألة بتتعلق في احد افراد البيت لحد الان انت غلقان منها او مش غلي فكرك او بتحاول انك تجد حلول لالها وممكن في بعضكو عنده اعطال في المنزل بيحاول انه يعمل لها صياني او ترميمات او مشاكل الها علاقة بالسكن او ممكن الاهتمام بصحة احد المقربين لالو اما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم ايجابي على مستوى الحب وعلى مستوى الحظ وعلى مستوى الامور اللي الها علاقة بالابناء راح يكون فيه نوع من انواع التواصل الايجابي بتساعدك في اشياء كثيرة وبتنشي لك من اشياء كثيرة يمكن تخفف عليك حتى معظم الضغوط الموجودة اما بالنسبة لبيتك السادس فعشان هيك منقول لك دير بالك على صحتك راقب وضعك الصحي بشكل جيد يعني الشمس موجودة اساسا في بيتك السادس في بيت الصحة والان القمر في بيت المتاعب فانتي في اضعف الفترات من ناحية الطاقة فعشان هيك ممكن تشعر بالمرض سريع يعني بشكل مفاجئ وسريع مش الامراض القوية الخطرة ولكن انه زي فالوانزة مغس صداع لعيان شغلات من هذا القبيل والاعمال عندك بتتراكم يعني نوع من انواع التقصير او الاهمال او ما عندك نفس تنجز اشي اساسا حاول برضو انك انت تنتبه للنقطة هاي عشان الامور هاي ما تتراكم عليك اما على مستوى الشراكة فالامور جيدة خلال هذا النهار بتقدر تتواصل او تتفق او تتفاهم مع شريك المال والعاطفة بطريقة ايجابية وقوية اما بالنسبة لابيتك الثامن اليوم ممكن تجيك فرص مالية او هدايا او نوع من انواع الدعم او تحصل على اموال مش اليك يعني تجيك نوع من انواع المساعدات او نوع من انواع الدعم من الشريك او عطايا او اشياء من هذا القبيل اما مش قروض بنكية ولا امور لها علاقة بالاستردادات المالية اما بالنسبة لابيتك التاسع فهو جيد شيئا ما بيدعمك في الامتحانات الجامعية بيدعمك في السفر بالتنقلات بالاتصالات في نوع من انواع الدعم في هذا البيت بيساعدك بشكل واضح خلال الفترة القادمة اما بالنسبة لابيتك العاشر فانا شايف انه ما زالت الامور ضاغطة برضو على بيت السمعة فعشان هيك اياك والمجازفات او المخالفات او التوترات اللي ممكن انت من خلالها تشوه سمعتك حاول انك انت تحذر الفترة هاي من اي شيء بيسبب لك نوع من انواع المشاكل انجز اعمالك المطلوبة منك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل ولا رؤسائك بالعمل ولا مع المراجعين اذا انت بتشتغل موظف في شركة وبيجيك مراجعين اما بالنسبة لابيتك 11 فاليوم برضو في نوع من انواع التواصل او اللقاءات او الدعوات لحضور حفلة او مناسبة او تواصل مع اشخاص معينين او تكريم او مقابلة او اي شيء ممكن يعمل لك نوع من انواع الشهرة او يعطيك نوع من انواع المكانة فهذا اليوم ممتاز جدا اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فذكرنا انه القمر موجود في بيت متاعبك فبضغطك وحذرنا التحذيرات اللي ذكرنا لك ياها في البداية برج العقرب بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة اهم ايش انك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة واللعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون عندك واضحة ما بيجوز انك انك تتجنب اتخاذ قرار في يوم مثل هذا اليوم يعني اذا عندك قرارات اليوم حاول انك انت تتخذها هذا القمر الان موجود في بيتك 11 بيت العلاقات العامة والاصدقاء بدعمك بشكل ممتاز جدا اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه اليوم نفسيا انت احسن في عندك طاقة ايجابية انك تتحرك باكثر من اتجاه عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال اما بالنسبة لبيتك الثاني يعني في البعض ممكن يحصل على اموال من دعم او من اعمال اضافية او نوع من انواع الانجازات البسيطة الي تكافأ عليها او يجيك هدية ولكن ما زال الضغط موجود على بيتك الثالث في التنقلات والاتصالات والامتحانات خصوصا الابناء اللي عندهم امتحانات في المرحلة ما قبل الثانوية العامة اللي هي الثانوية عامة وما قبلها اللي هي مرحلة المدرسة هدولا بما يعتمدوا على الحض نهائيا بالعكس يعني هدولا بدهم يكونوا يعني جاهزين ودارسين ومستعدين للامتحانات ما في داعي للمغامرات نهائيا اثناء القيادة او التنقلات ما تعتمد على قدراتك في التواصل حاول انك تكون مستعد ومجهز امورك اذا صار في نقاشات او في نوع من انواع المؤتمرات او التسويق او حاب انت تحكي في مسألة معين بدك تكون مستعد لها عصبيتك عالية فحاول انك انت تمسك حالك من العصبية اما بالنسبة لبيتك الرابع فالامور جيدة على مستوى البيت مستقرة وهذا الشيء بيطمنك وبعطيك نوع من انواع الدعم رغم انه في يعني علامات استفهام عندك ولكن انه حاول انك انت تتجاوزها لاجل انك تمشي المركب يظل في نوع من انواع الايجابية في هذا البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور ضغطة على مستوى بيت العاطفة وبيت الابناء فعشان هيك العاطفة متوترة وممكن يكون بعضكو عندو خلاف مع ابنائهم في هذه الفترة فعشان هيك بدهم يكونوا ماسكين حالهم من الخلافات ما في داعي انهم يصعدوا الامور بعصبيتهم وجنونهم وافكارهم اللي بتيجي فجأة وبثوره لاتفه الاسباب اما بالنسبة لبيتك السادس فالامور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من العمال الموكلة اللي للك وممكن تهتم بامر صحي اما بالنسبة لبيتك السابع فهو فارغ تماما من اي حضوض فهو على طبيعته يعني ما في لا ضغط ايجابي ولا سلبي عليه على مستوى الشراك المالي والعاطفية اما بالنسبة لبيتك الثامن فممكن يجيك اموال نوع من انواع المساعدات او الهبات او الدعم باموال انت ما بتمتلكها يعني حد بدعمك في المال ولكن بدك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات وعلى مستوى الامتحانات الجامعية على مستوى النقاشات او التسويق او اللغات او تعلم لغة جديدة كلها هاي بتدعمك بشكل ممتاز جدا اما بالنسبة لبيت السمعة فما زال ضاغط عليك ورح يظل ضاغط تقريبا كمان اربع ايام فعشان هيك ما في داعي للمجازفات او التهورات او اتخاذ اي قرار ممكن انه يشوه سمعتك في الفترة القادمة حاول انك تمسك حالك ما تدخل في اي شيء الى العلاقة بمخالفة القوانين او باي مشاكل على مستوى نطاق العمل عندك يعني مع زملائك او رؤسائك بالعمل وحافظ على انجازاتك اما بالنسبة لبيتك 11 فذكرناه في بداية التوقعات وبيت المتاعب يعني بيضغطك شوي بيخليك شوي انه ممكن تلغي بعض الامور او بعض الاشياء اللي انت كنت مقرر انك تعملها تلغيها في اخر لحظة ممكن تشعر بنوع من الوهن او التعب او الارهاق يعني حاول تنجز الاعمال المهمة وحاول انك ما تدخل بارهاقات الزيادة للك واحمي نفسك من المحتالين برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ما اتجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي اركز جيد على عمل واحد قبل الانتقال للاخر ونظم اعمالك عشان تنجزها بالكامل ما زال بيت السمعة اللي الان موجود في القمر ضاغط بشكل سلبي عشان هيك حاول انك تحافظ على كل شيء له علاقة بالعمل خصوصا بالشركات الكبيرة اما اللي ما بيعملوا في الشركات الكبيرة الافراد العاديين بدهم يحافظوا على سمعتهم من التشويه ما يعملوا مجازفات ولا مغامرات ولا يدخلوا باشياء مخالفة للقانون ولا بمواجهات او باعمال مشبوهة اما بالنسبة لبيتك الاول فهو ايجابي بدعمك اليوم نفسيتك ممتازة بتقدر اليوم انت تتحرك باكثر من انتجاه وانت واثق من نفسك مشحون بطاقة عالية جدا صحيح انه انت بسبب بيتك الثاني انك انت مضغوط ماليا وعندك ضغوطات مالية كثيرة وعندك مطالبات مالية وبدك تحافظ كمان برضو على نفسك من النصابين والمحتالين ومن ضياع الاموال او صرف الاموال بمكان مش مكانها المناسب اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه البيت الثالث اليوم برضو بعطيك طاقة حلوة جدا لدرجة انك انت بتقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك عندك طاقة عالية جدا نشاط مفرط للحركة يعني بدك تتحرك بدك تتنقل بدك تناقش بدك تفاوض هاي كل هالامور ايجابية رح تكون بصالحك يعني واللي عنده امتحان اليوم برضو بنجح في امتحانه بشكل كبير اما على مستوى بيتك الرابع ما زال في ضغط على مستوى بيت البيت يعني في بيتك انت مش مرتاح مع افراد عيلتك في اشخاص منكو مش مرتاحين او في مشاكل او في حدية او تختلق المشاكل مع برج القوس فعشان هيك ده البيت في الفترة هاي مش ايجابي بدكوا تكونوا محتاطين وجاهزين لأي اعطال او اضرار منزلية او اصابات حتى الستات البيوت انها تنجرح اا تتأذى من عمل معين اصابة عابرة هيك بدها تكون منتبهة ممكن يصير فيه اهتمام بصحة أحد المقربين إلكو أب أم أخ بسبب مرض أو بسبب جدال أو نقاش معين أما بالنسبة للبيت الخامس إلى غادية ساعة الظهر بكون الجو ممتاز تكون الأمور ممتازة ولكن بعد ساعة الظهر بتصير الأمور فيها نوع من أنواع العصبية والحدية والمشاكل مع الحبيب تحديدا في الأمور العاطفية الستات لبيوت أو الأزواج بصير مشاكل بينهم وبين أحد أبناءهم خلاف أو هيك فكرة معينة بتستفزوا فبتخليه أنه يعصب فامسكوا حالكم من العصبية والتوترات ما في داعي خصوصا مع الأحباء والأبناء أما بالنسبة لبيتك السادس فالأمور خالية تماما من أي حظ أو من عكوسات يعني بتنجز أعمالك وأمورك الصحية بشكل روتيني كامل أما بالنسبة لبيتك السابع فبرضو أنا شايف أنه هو بسيطة جدا جدا الأمور اللي موجودة فيه فعشان هيك بقول روتيني يعني ما فيه سلبية وما فيه إيجابية فعشان هيك بتتعاملوا مع شركائك بالمال وبالعاطفة بالشكل الروتيني على طبيعتكم أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه فيه فرص للحصول على أموال الأموال هاي مش ملكك يعني مش أموالك يعني بتجيك عن شكل هبة عن شكل ضريبة عن شكل إيشي مثلا بتأخذ قسط بنكي أو قرد بنكي أو شيء من هذا القبيل فبتكون الأمور إيجابية بالنسبة لألك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اليوم فيه عندك كثير من النشاط والاتصالات والحركة في منك رح يكون على سفر أو يرغب بالسفر أو يقدم امتحانات جامعية كلها إن شاء الله بتكون بالشكل الإيجابي والقوي والدعم لأله أما بالنسبة لبيت السمعة فحكينا بيت السمعة بالبداية تتوقع أن القمر موجود في بيت السمعة وشو تأثيراته بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أو عزومي أو أي شيء له علاقة بالدعوات والعلاقات والمعارف في منك ممكن يتوجه له نوع من أنواع التكريم أو نوع من الإشادي أو أنه يكون عنده كلمة أو مهام معينة اجتماعية بتكون إيجابية وبرضو لمصلحته أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال في نوع من أنواع الضغط على بيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا في أوقات كثيرة بتكون تلغوا موعيد أو تلغوا التزامات أو تحركات معينة ممكن تشعروا بالوهن أو التعب بعض الأشياء اللي مش مريحة بدكوا تديروا بالكواب بالفترة هاي من النصابين والمحتالين ومن الأشخاص اللي بتأمروا عليكوا بالخفاء برج الجدي يعني القمر الآن عندكو في بيتكو التاسع وهذا بدل على النشاط وعلى السفر وعلى الاتصالات أهم شي انكو تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الكبيرة ما في عندكو نوع من أنواع الاندفاع والحماس يعني هذا الإشي بترك نوع من أنواع الانطباع الجيد بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك تختفي هواجزك فترة إيجابية جدا أهم شي انك ما تضيع الفرصة عليك يعني القمر في البيت التاسع تعتبر من الأشياء القوية بالنسبة للأبراج أما بالنسبة لبيتك الأول فهو ما زال فيه نوع من أنواع التراكمات النفسية عندك فيه نوع من أنواع الاضطراب النفسي مش اضطراب يعني مجنون أو هذا لا إنه فجأة مبسوط فجأة متنكد فجأة بيظلك تدقلب طول اليوم فما فيه إشي انت مستقر عليه بيظل مزاجك متقلب بين إيجابي وسلبي أما بالنسبة لبيتك الثاني اليوم الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي أو تعويض أو بيجيك عن طريق هبة مساعدة هدية أشياء مثل هيك يعني هاي موجودة على الساحة بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم مثل ما حكينا أنه بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء القيادة بين المدن واللي عنده امتحان خصوصا في الفترات الدراسية الأساسية اللي المدارس بده يكون منتبه بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ وبده يدرس اللي عنده مقابلة أو مناقشة أو شيء بده يسوق له بده يعتمد على استعداداته مش بده يعتمد على الارتجالية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه إيجابي شيئا ما بدعمك بشكل واضح ولكن بما أني بدخل الثالث سلبي والرابع فارغ من الحظوظ فبقول أنه في نوع من أنواع الخلافات مع أحد الإخوة أو الأبناء يعني بظل في نوع من أنواع التماس وممكن اهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه الأمور العاطفية فيها نوع من أنواع التوتر في نوع من أنواع هي روتيني هو إجمالا ولكن أنه في لحظة اللي هي في تقريبا منتصف النهار بتثور عصبيتك على مسألة معينة أو بتراودك الشكوك على مسألة معينة أو ممكن الحدية والعصبية تكون على أحد الأبناء فبدك تمسك حالك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه ما فيه لا إيجابي ولا سلبية فهو على روتينه فبتنجز الأعمال المطلوبة منك بشكل عادي وبتهتم بصحتك بشكل طبيعي أما بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي برضو أنا شايف أنه خالي برضو ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فأنت بتتعامل على طبيعتك برضو والأمور بتمشي على طبيعتها أما بالنسبة لبيتك الثامن فهنا فيه نوع من أنواع الدعم المالي جايك فيه مساعدات مالية جايتك ولكن أنه فيه كثرة مصاريف أو التزامات بتدخل عليك أو على الفترة هاي يعني فبتلاقي أنه الفلوس اللي بتيجي بتلاقي لها مصرف وين تروح حاول أنك أنت ما تصرف في الأماكن الغير مناسبة أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور ممتازة جدا ذكرناها على مستوى السفر هي كلها نفس ما القمر حكالك لأنه موجود في هذا البيت أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فشوي حاول أنك تحافظ على حالك من المخالفات أو من أي أعمال مشبوهة أو من المشاكل أو من الحدية من العصبية أي شيء بشوه السمعة حاول أنك تحتاط منه خلال الفترة هاي يعني ضايل أربعة أيام وبعدين بخلى هذا البيت فبيصير فيه نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم برضو فيه نوع من أنواع الدعوات لحفلات أو مناسبات أو زيارة أو تعارف أو علاقات جديدة الوضع إيجابي ودعمك بقوة فعشان هيك بتقدر تتحرك في هذا الاتجاه وتستغله بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه هو اللي ضاغط عليك في هذا اليوم فعشان هيك ممكن تلغي أشياء أو مواعيد أو أعمال إلك أو حتى تتحير أن أعمل ولا ما أعمل تشعر نوع من أنواع الفتور في طاقتك صار مرة وحدة حاول أنك تطلع من الطاقة السلبية هاي على أساس أنك تقدر تنجز كثير من الأعمال ولكن بدك تدير بالك في هذا اليوم من النصابين ومن المحتالين ومن أموالك من الضياع أو السرقة برج الدلو يعني القمر الآن موجود في البيت الثامن لإلك فبيحكي لك تفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية كون مرن ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ما تهم الملف ولا قضية أما بالنسبة لبيتك الأول فهو إيجابي بدعمك بشكل واضح على مستوى شخصيتك اليوم عندك ثقة بنفسك عندك تحركات جيدة رح تكونوا مثمرة فنفسيا أنت مرتاح شيئا ما مش يعني مرتاح ماشي بتضحك في الشارع لا يعني أنه ما فيه إشي عكر مزاجك رغم أنه بيت المتاعب بضغطك ولكن أنه بتلاقي فيه نوع من أنواع الطاقة الإيجابية عندك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه فعليا ضغط المال موجود وبدك تخفف من مصاريفك ومن نفقاتك فيه نوع من الالتزامات الكثيرة تضغط عليك بشكل كبير الفترة هاي حاول أنك تراقبها بشكل جيد وترتب أمورك بشكل جيد فوتيرك، التزاماتك، قروضك، ديونك ما تهمل أي شيء أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندك تحركات وعندك نشاط خصوصا فترة الظهر حاول تستغلها بشكل إيجابي ولكن اللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه اليوم فعليا أنت رح تهتم في مسألة عائلية أو في أمر منزلي وممكن يلفت انتباهك أو تهتم بصحة قريب بحاجة للرعاية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه على مستوى الحب والعاطفة جيد يعني نحكي روتيني ولكن في ساعات الظهر بدك تحذر من العصبية اللي ممكن أن تثور في لحظة على أحد الأحبة يعني ممكن يكون حبيب أو يمكن يكون ابن أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتقدر تتحرك بإيجابية وبتقدر تحافظ على صحتك بشكل ممتاز حتى اللي بده يددم لعمل اليوم لفرصة مناسبة أما بالنسبة للبيت السابع في ساعات الظهر بدك تحذروا من خلاف أو من عصبية ما بينك وبين الشريك العاطفة أو شريك المال لأنه في نوع من أنواع سلبية في منتصف النهار أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف مثل ما حكينا أنه أمور مالية بتلفت انتباهك اليوم وبتحكي في أمور الأموال المشتركة أما بالنسبة لبيتك التاسع فهذا اللي بدك تحذر فيه من الامتحانات تحديدا بدك تكون دارس ومستعد على أساس أنه ما يصير أي شيء مفاجئ أنت تكون مش مستعد له ما فيه داعي للارتجال في هذا النهار في السفر في الاتصالات في الامتحانات كل هالأمور هاي بدك تكون مستعد لها حتى في القضايا القضائية إذا عندك جلسة قضائية بدك تكون يعني مستعد وجاهز ما تهمل أي ملف بتعلق بالقضايا أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبرضه ما زال ضاغط عليك فعشان هيك منقول لك دير بالك من أي توترات بتشوه السمعة خلال الفترة هاي حاول أنك تنجز أعمال مطلوبة منك وما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور جيدة على مستوى العلاقات والمعارف والأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن يتم الإشادة فيك أو تكريمك في بعض المناسبات أما بالنسبة لبيت المتاعف فما زال ضاغط عليك بدك تحذر المتآمرين عليك أو الأشخاص اللي بيكيدوا لك أو النصابين أو المحتالين اللي ممكن أنهم ينصبوا عليك أو يحتالوا عليك بدك تكون حذر من كل هاي الأمور حاول أنك أنت تنجز الأعمال المطلوبة منك وتراقب وضعك الصحي برج الحوت يعني القمر موجود مقابلكم مباشرة في بيت الشراكة عشان هيك بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بالشركاء سواء في العمل أو في العاطفة كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة ضاغطة والضغط كبير والأوضاع ممكن أنها تصعب عليك أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه توتر أو الطاقة النفسية برضو قليلة هذا النهار فعشان هيك بدك ما تستسلم للإكتئاب أو للتقلبات النفسية على أساس أنه أنت تقدر تمشي نهارك على خير تستفيد منه بأمور ثانية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه ما بعطي هالفرص الكبيرة فهو روتيني تماما يعني إذا أنت من الناس المحظوظين على مستوى المال فممكن اليوم يجيك أموال ولكن إذا كانت أنت من الناس مضغوط ماليا فممكن اليوم برضو يكون صعب عليك رغم أنه في فرص مالية خصوصا ساعات الظهر يمكن على حسب الطالع برضو بتدعمك إذا كان الطالع بدعمك في البيت الثاني فمعناته أمور بتكون ممتازة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو فارغ تماما من الحضوظ ومن السلبية فهو روتيني تماما ولكن اللي عندهم امتحانات بدهم يكونوا جاهزين ودارسين ومركزين في الامتحان الخاص فيهم أما بالنسبة للبيت الرابع ما زارت الأمور البيتية جيدة في نوع من أنواع التفاهم والبقام والتأقلم على مستوى البيت يعني بشكل إيجابي الأمور مريحة خلال هذا النهار أما عن مستوى البيت الخامس فالأمور ممتازة ولكن في ساعة الظهر ممكن يصير عندك نوع من أنواع القلق أو التوتر أو العصبية اتجاه أحد الأحباء يابكون حبيب يابكون ابن فعشان هيك يبدأ تكون منتبه في ساعات الظهر من العصبية أو من ردات الفعل أو من التوترات أما بالنسبة لبيتك السادس فأي شيء له علاقة بالعمل والصحة اليوم تقدر تنجزه على أكمل وجه يعني عندك نشاط تنجز كافة الأعمال المطلوبة منك وبأريحية كمان وممكن تهتم بوضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأقارب أو أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيت الشراكي حكينا عنه أن القمر موجود فيه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك الثامن أنا شايف أن الأمور المالية ممكن ساعات الظهر تحمل لك فرصة لمال بيجيك عن طريق شراكي أو تعويض أو هبة أو منحة أو نوع من أنواع الدعم ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك ورتب أمورك المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور ممتازة على مستوى الامتحانات الجامعية أو السفر أو التنقلات أو الأمور الليها علاقة بالجلسات القضائية بتدعمك بشكل جيد هذا النهار أما بالنسبة لبيت السمعة فما زال ضاغط عليك فعشان هيك بدك تدير بالك من أي شيء بشوه السمعة أي مخالفات قانونية أي أعمال مشبوهة إبعد عنها لأنه ما زالت الأمور ضاغطة في هذا البيت فبلاش أنت تعمل أي مشاكل إلها علاقة بتشويه السمعة أو بأماكن العمل خصوصا مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور برضو ضاغطة ما بينك وبين علاقاتك أو متوتر أو زعلان أو عتبان على أحد الأصدقاء حاول أنك أنت تطلع من هذا التوتر أو ضغط اللي موجود عندك حتى لو اكتشفت أنه هذا الصديق خذلك أو زعلك أو هاد اتجنب الفترة هاي خصوصا الأربع أيام هاي الموجودين فيها إحنا والقادمة على أساس أنه تعرف بعقلانية بدون توتر تحل المشكلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبقول لك اليوم كمان الزيادة دير بالك من المحتالين والنصابين ودير بالك من ضياع أموالك دير بالك من اللي بتآمر عليك بالخفاء أو من عدو متخفي بوجه صديق يعني أنه صديق بس هو عدو يعني بدك تكون حذر أثناء التعامل مع الأشخاص واهتم بصحتك بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء